هل أمر واضح ولله الحمد؟ ها ما فيه إشكال ولكن اللي يريد الباطل ويريد الهوى ما يمكن تردها ابداً لو تجيب له كتب الدنيا نهو براجع يعني يتبع هواه أفرأيت من اتخذ إلهه وهوى أفأنت تكون عليه وكيلة؟ ما هذا يتبع هواه ما يتبع الدليل واللي يتبع هواه هذا ما في حيلة ما في حيلة مهما كتابته فلا داعي للكتابة الكتابة مكتوب وموجود اللي يريد الحق يراجع هذه الكتب وهذه الرسائل نعم